تحياتي كليان إمبابي قضية انتشرت سيطرة على وسائل الإعلام قلت خليني أستنع كم من يوم أجمع معلومات وأحاول أوصل لفيديو نطلع نحكي فيه باللي بصار والقصة للعلم مش أول مرة بتصير بكرت القدم فبشان هيك ما كنت كثير متفاجئ مش أول مرة لاعب بوقع تجديد عقده وبحث شهرين ثلاثة بيشعر أنه ندم وبيظهر عملامحه وأنه ندم الفرق إنه هالمرة هذا اللاعب سوبرستار واحد من يعتقد أنه قد يكون أفضل موهبة في كرة القدم لعشر سنين جايين وبالتالي الصدمة الإعلامية كانت أكبر بس القصة مش مفاجئة ومش غريبة بهذا الفيديو صراحة ما كتبت سكريبت لأنه موضوع بده كلام بده نقاش هيك عفوي يطلع مني لأنه ببساطة القصة كلها اللي صايرة مش مرسومة مش مكتوبة صح قصة إمبابي وباريس فأنا ليش أكون اللي كتبها صح وهم مش كتبينها بين بعض صح ارجعوا للفيديو عملته يوم ما إمبابي جدد عقده طلعتوا قلت الموضوع مش فلوس بس كثير من المدريديين زحلوا يومها لكن الآن المدريديين اللي بيدركوا من الموضوع ما كان فلوس بس لأنه لو كان بس فلوس لو هلأ سعيدوا مبسوط وقاعدوا شكرا رات بماشي وأعطتوني فلوس يوم مقدم عقدي وأخدت اللي بدي ياوي السلام عليكم الموضوع كان فيه جانب مادي وحقه وما كان رايع ريال مدريدي يلعب بلاش يعني عشان نكون واضحين بنفس الوقت الموضوع كان فيه كثير من خيسميه اللعب على الأنا تاعت اللعب رئيس دولي يحكي معاه أوكي هي رئيس دولي ديمقراطية يعني بيمكانه يقوله سكر الخط مش فضيلك لكن بنفس الوقت هذا رئيس دولي نووية بالمجلس الأمن وعندها فيتو يعني بيحرك العالم ببعض قراراته ويتصل فيك ويقولك ضل طبعا بدك تفتخ بحالك احنا لو مدير قسم اتصل فينا وقالنا والله شكرا علي شغلكم وكذا من البسط طي رئيس دولي ومش أي دولة دولة عظمى فأكيد الأنا هادي تحركت عند اللاعب وانت لما تكبر الأنا تاعت اللاعب ما تتوقع منه ثاني يوم لما يجي يتدرب يجي بأنا صغير خلص نفخته تكبرته هو لاعب سوبرستار لكن انت أخدته عبل تاني لبل دول فبالتالي ما تتوقع منه يرجع على النادي ويصير أليف وتذكر انه انا خليت رئيس الدولة يحكي معك لا بصير وقولك انا رئيس الدولة حكي معي عشان اضل معك يعني تخيل فهذا يعني الجزء الأول الجزء الثاني كان فيه صفقة فيها قرارات القرارات كانت واضحة رحيل بوكتينو رحيل بعض اللاعبين اللاتينيين باريدس دي ماريا وكان المفروض نايمار كان واضح فيه نوع من محاولة زيادة العنصر الفرنسي بالفريق العنصر الاوروبي بالفريق والتقليل العنصر الريتي اللاتيني وهذا العلم كشفت عنه عدة صحب انه كان ضمن اتفاق بقاء امبابي وهذا فعليا اتحركوله وحاولوا يطلعوا نايمار لكن ما قدروا لأنه ما حد استعد يدفع راتب نايمار وبنفس الوقت نايمار كان رافض يرحل فبالتالي ما كان مضطر يتنازل عن راتبه ولو بيورو واحد وهنا كانت الفكرة يعني ما بين باريس وامبابي هذا الجزء الأول الجزء الثاني قدوم جرستوف جالتي ايجا ايضا عن هذا الاساس بعد ذلك الامور مشت شوي ظل نايمار هذا جزء انا بحكي بكم السيناريو بتخيلوا كيف صار مع امبابي المشكلة انه بقاء نايمار مش ظل لعب سلبي الاعلام بيكرهه لا نايمار اتقلق وبيّن للعالم انه انا لما احط راسي بكرة القدر باحسن من امبابي اللي بده يكون محور المشروع الرياضي تاع باريس سان جيرمان فخطف الاطواء منه حتى في باريس عالميا انبابي انتبه لكارثة يعملها هلند العالم كله بيحكي عنه روبوت قادم من كوكب اخر ليس بشري ليس من العدالي اللي عب ضده وانبابي بيجيب يقول باريس سان جيرمان وثلاثة ربعا ما بيعرفش انه بيجيبها بس لما يجيب يقول بدور الابطال بنعرفها ما يزعلوش مني اللي بيشوفه دوري فرنسي هذا الواقع وهذا الحقيقة على مستوى العالم اللي بيتابعوا الدوري بيشوفوه اما اللي بره ورب الكم ما بنعرف الا بعد يوم يومين نعرف انه جاب قول ولا قولين فانبابي لما يجيطلع على الاشي اللي كان لنافسه له هلند ويشوف كل هالزخم الاعلامي لاله والحب الاعلامي لاله ويفتح اليوتيوب يلقى كل الناس بتحكي عن هلند يفتح تويتر كل الناس بتحكي عن هلند وبكون جايب هاترك بتنزلك لكيب انبابي سجل هاترك قال لك انا شو سويت بحالي شو سويت بحالي اعلاميا ترويجيا الناس كأني مش موجود فهدي ايضا من العناصر اللي اثرت فيه صعود نيمار البهرجة والاضاءة الرائعة اللي صارت مع هلند هو شعر انه انا خسرت انا بريس خسرته حتى وانا مستحيل جريستوف جارتي يفكر يفضلني على نيمار من يومه طالع لانه بيان بشهرين وبيقدر يعمل كل شي انا بقدر اعمله فوقه اشياء ثانية وبنفس الوقت هلند عم بياخد كل هالأضواء وعم بيصير الاولوية لريال مدريد في المستقبل بعد سنتين هذا الجزء الاول عنده الجزء الرياضي اللي عنده اللاعب عنده فراغ عاطفي في الدور الفرنسي ما فيه منافس حقيقي له في الدور الفرنسي وهذا الفراغ بيخلق مشاكل يعني بتخيل حالك في شركة وهالشركة محققة نجاحات مبهرة والموظفين مش مطلوب منهم بيشتغلوا لساعة زمن السبع ساعات الثاني في الدوام هيكون عبارة عن سواليف ونق وكذا وبتصير مشاكل بين الموظفين وتوترات لانه ماشي الأمور وما فيه شغل شو نعمل بيشتغلوا ببعض هذا اللي صار بيصير معاه في باريس عنده حالة فراغ تنافسي ملموسة يعني لو بالدور الانجليزي بلعب مع ليفربول وبي نفس السيتي بده يظلوا مركز ثمانية وثلاثين مباراة الفريق بده يظلوا متحت ثمانية وثلاثين مباراة عشان ينفس السيتي او العكس لو سيتي بدي نفس ليفربول لما ليفربول كان بعزه العين بتتحده لانه فيه عدو في باريس ما فيش هذا العدو ما فيش عدو في فرنسا لباريس الموضوع محسوم يعني لسه دورتمونت في بايرن بزعجهم اكتر من اي نادي في فرنسا بزعج باريس باستمرارية بيتكلم اه ممكن يطلع نادي يزعجهم موسم بعدين يختفي لكن في المانيا على الاقل في دورتمونت شوي يعتبر اعلاميا ترويجيا من حيث الجودة وحتى التاريخ الرياضي يعتبرها شوي مزعج لبايرن هذا الفراغ عدم وجود العدو في الدور الفرنسي بيخلي امبابي بكل بساطة زهجان بيخلي اللعيب الثانيين فيش اشي يعملوا فبقلهم سوبرستارس ورواتب عالية فبتبالش تصير الخلافات والصراعات بينهم بسبب وبدون سبب الان نايمار قدر يطلع امبابي امام الاعلام بذكاء انه اللاعب المشاكس اللاعب اللي مش معنا اللاعب اللي شاف حاله علينا بعد خلافات ركل الجزاء ميسيو وما دون ذلك وهذا الشي اثر في امبابي فامبابي الان وقف على الموضوع اتذكر انه هالتليفون تاع الرئيس الفرنسي والضغط اللي صار عليه عاطفيا من فرنسا انه ما له معنى وما له قيمة اتذكر انه الان عم بلعب بدوري فعليا الناس يعني لو جاب 300 الف جول في اخر مسيرته حيقولك جابهم بدوري فرنسي واتذكر انه ربما خطأوا انه اعتقد انه ريال مدريد شو بدي اعمال له انه خطأ وانتبه انه ريال مدريد اول ما بلش الموسم هذا نسي انهم جابوا دور الابطال تاع السنة الماضية واكتشف انه ريال مدريد عنده الستارت للذاكرة عطول بدخل فقال لك لو رحت كان اه كانوا شوفين كانوا حيحبوا يجيبوا معاي دور الابطال كمان ويحبوا يجيبوا معاي الدوري كمان اكتشف شي تاني لما شاف اهتمام الاعلامي اللي صار مع هلند قلت لك وين انا بلعب يعني فعليا وين انا بلعب فهو رياضيا شعر على نفسه بالخطر المشكلة الان الحقية انه امبابي بتصرف بشكل غير احترافي مية في المية بشكل غير خلينا نسميه ينم عن شخصية ناضجة مش شخصيته ابدا مش ناضجة بالتصرفات الحالية الخوف انه اذا استمر سنتين بهذه التصرفات ما رح يرجع بس امبابي ككواليتي كجودة لاي نادي في العالم بيتمناه امبابي كسرعة كقدرات اي نادي في العالم رح يستفيد منه ويرفعهم لمستوى ثاني بلا نقاش بس لو ضل بهذا السلوك سنتين لعن ما يخلص عقده لا السلام عليكم ما رح يرجع لاعب محترف ملتزم منضبط فعشان هيك لما اصلحته يرحل باسرع وقت ممكن وبصراحة لما اصلحت سان جيرمن يخلص منه ليش لان لو ضل بهذا الحال سنتين حيدمر اي مشروع رياضي ما حيخلي اي لاعب يجي العب باريحية اي لاعب حيلعب بجهته او حوله مش حيكون مرتاح وغرف التغيير الملابس حتكون عبارة مشتتة الانتباه وشعر بالتهميش لان كل الاعلام وكل القضايا وكل تركيز الاداري على لاعب واحد فهو خطر على المشروع الرياضي ايضا اذا بدك تعمل المشروع الرياضي حقيقي مستدام تأسس فيه ثقافي وفلسفة انت ما أسسته حتى الان بعد عشر سنين اذا الحل الوحيد انه ربما يطلع امبابي فلما اصلحت الجميع اصبح يطلع امبابي اذا بدو يضلوا بهذه الشخصية اذا ما عرفت تحل مشكلة امبابي ونيمار لانك لو طلعت نيمار اليوم وبكرة ايجا لاعب ثاني وتقلق بعد سنة ونافس امبابي هتوصل لنفس الحالة المشكلة رفعة امبابي الكبيرة كان يستحقها رياضيا كان يستحقها اقتصاديا شو لاعب حقه هيك طلعت بلاج لكن بنفس الوقت اللي نسيناه اعتقد او نسيه اللي كان نفكر بهذا الاسلوب انه بعد ما تكبره ما رح يرجع يصغر الموضوع مش كبس الزر هادي هي قصة امبابي فعليا اللي بتصير مع باريس سان جيرمان انا من الناس اللي بحب امبابي وبتمنى يكمل عشان بحب احضر كرة قدم بحب اشوف لعيبة وبحب اشوفه في دوريات كوبرا صراحة نوصل هون لنهاية هاي الحلقة كنت معكم انا محمد عواد موجود فيسبوك توتر انستجرام وتيك توك والسلام عليكم ورحمة الله